أهلا وسهلا فيكم من جديد وحضارات عديد شهدتها مدينة القدس تاريخ مليء بالأديان وأماكن دينية مهمة المسجد الأقصى كنيسة القيامة لكنها لم تنعم أو تنعم بالسلام منذ زمن نزاع طويل الأمد وسيادة الأرض الموقع الجغرافي وتسلسل الثورات الدكتور محمد شطناوي الأستاذ المشارك في التاريخ الإسلامي والحديث عن تاريخ فلسطين صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا وسهلا بيكو أهلا وسهلا نورتنا دكتور دكتور اسمح لي أبدأ من نقطة كنا نتحدث فيها أهمية التاريخ والمعرفة بالتاريخ المقارنة ما بين مناهجنا تعليمنا للتاريخ وأيضا الشغل الذي يصير لدى الكيان أصهيوني في تعليم التاريخ لأمناعهم نعم شكرا إليك شكرا عن الاستضافة وبداية إن شاء الله الله يشيل الغمة عن أهلنا بغزة وشيلها الألم اللي بيعانوا يعني مش قادرين طلعنا يعني فيش بيننا بإيدنا إشي إلا إلا ندعيلهم إنه الله يشيل الأذى عنهم وينصرهم بإذن الله تعالى حقيقة لما نتحدث عن تاريخ للأسف بالوطن العربي كامل يعني أهملنا موضوع التاريخ أهملنا إهمال تام لدرجة أنه يعني مناهجنا تم صياقة المنهاج بشكل ركيك التركيز على مواضيع يعني أقل أهمية بنفس الوقت اختصرناها لحصة يتيمة بالأسبوع يعني التاريخ إذا سألتني حضرتك عن المقارنة بيننا وبين هذا الكيان الغاصب ما لهم إحنا أصحاب التاريخ تاريخنا مش بحر تاريخنا محيط التاريخ العربي الإسلامي يعني لو يوميا أنه درسه ما منغطيه وبتعرف أنه الهدف والغاية من دراسة التاريخ مش تغني بالماضي التاريخ إشي عظيم جذور التاريخ سجل الحافل المفروض أنه نحقق الغاية من دراسته أنه أخذ العيضة من الماضي لتوضيح الحاضر والنظر للمستقبل في ضوء الماضي بعضاته وعباره هذا هو التاريخ إحنا اختصرناه بحصة واحدة للأسف كل الوطن العربي هيك بينما إذا طلعنا على الكيان الصهيوني من هم مش تاريخ هم المم يعني اللي بيجمعهم فقط الدين يعني إذا بنحكي عن رابط الدم أو قومي ما في قومي بينهم عدة عدة أعراق وعدة ألسن من هم مش علاقة ببعض حتى ارتباطهم بالدين مش هذا كل شيء ومع ذلك عملوا حالهم أمة يعني وصاغوا تاريخ مزور بداية كانوا يساووا ما بين التاريخ ساووا ما بين التاريخ والرياضيات والفيزياء يعني كانوا يدرسوا خمس حصص تاريخ بالأسبوع غسيل الدماء الآن خفضونا أربع حصص أربع حصص بالأسبوع تاريخ تخيل يعني غسيل الدماغ لأنه عارفين شو أهمية طبعا تاريخ مزيف شو تاريخهم بني إسرائيل خاصة هذول هذول مش بني إسرائيل يعني إذا بدنا نخوض بالموضوع بتشعب كثير يعني فيه فرق ما بين بني إسرائيل وإسرائيل تعرف أنه هو النبي يعقوب عليه السلام وما بين هم وأي واحد بعتنق اليهودية بيعدوهم بني إسرائيل نعم بينما إحنا لا الأمة العربية لها مقومات ماشي على رأسها الدين الإسلامي بس فيه اللغة وفيه اللغة والدم والجغرافية العادات التقاليد التاريخ المشترك المصير المشترك هاي كلها بتجمع إشي اسمه القومية العربية والأمة العربية اللي بدخل بالإسلام غير عربي ما منعده عربي بس منقول فيه أمة إسلامية هم العكس أي واحد بصير يهودي بيعدوهم بني إسرائيل عشان هيك يعني إذا بنا نتحاور إحنا وياهم إنه هاي الأرض بني إسرائيل إلهم تاريخ فيها أو كذا ماشي بس هذول مش بني إسرائيل هذول لمم أنت جمعتهم واجبتهم إلى هون هاي من ناحية قضية ثانية التاريخ بالنسبة لهم غسيل دماغ للطفل للنشأ حتى يعني إذا كبر وتجاوز العشر واثنى عشر سنة هو المفروض يكون لسه طفولي بس مش طفل يتجاوز مرحلة الطفولي بشكل لذلك أنه عارف شو هدفه ومين عدوه وشو يعمل شبابنا للأسف بيكبروا بيصل الجامعة مش عارف جوز شو هدفه بالحياة شو غايته هي حصة التاريخ بالأسبوع ويتيمة وعليها ميت استفهام يعني ما بين المنهاج وما بين الأستاذ البائس وما بين يعني بديش أخوض بالموضوع الزياد يعني هاي القضية بالفعل يعني هي معضلة يعني وفرق كبير ما بيننا وبينهم نعم لكن سبحان الله دكتور محمد شطنوي إذا بنا نشوف الجانب الإيجابي من الأحداثها المؤلمة عم نرجع للتاريخ عم نحاول نبسط المصطلحات التاريخية لأطفالنا عشان يكونوا بالصورة ما بتعدنا عنه اليوم كنا نعتقد أن أطفالنا مش فاهمين أو ما عندهم تمسك بالقضية لكن عم نشاهد لأتضامن ووحدة في الصف اليوم إذا بنا نحكي عن بناء مدينة القد فلسطين بناء وعن تسمياتها عن النصوص اللي في التوراة اللي بتأكد عروبة المنطقة يعني هذا موضوع جدا هام أنا بركز فيه والله مع طلابي لما أدرس تاريخ القدس يعني مركز فيه مشكلة واضحة عنا بالعالم العربي أنه كثير من السياسيين لما يحاور أي واحد صهيوني قليل نقول ديش عدهم كديانة لا يعني صراع بيننا وبين الصهايين بيكون بجهل بالتاريخ بروح يدافع عن حقنا وفيش عنده معلومات يعني بيكون حشة وضعيفة بيخلص النقاش وكأنه مهزوم ما لهم مش حق بفلسطين يعني إحنا إذا بدي أجيب نصوص من التاريخنا الإسلامي أو آيات قرآنية من قرآن كتابنا المقدس أكيد مش مرة ترفو به لكن إذا يعني استخرجت نصوص من التوراة كتابهم المقدس حجة دامغة وواضحة أنه يعني ما إليك حق ومن كتابك المقدس أنا بطل لك آيات أو أسفار نصوص دينية بتأكد على عروبة القدس هلأ لما نحكي عن القدس كبدينة أول من بناها معروف يعني نحكي عن كل المصادر التاريخية والمخلفات الأثرية والنقوش والمعثر عليها وموجودة وبتأكد على أنه أول من بنى القدس هم العرب اليابوسيون واليابوسيون بطن من بطون الكنعانيون هاجروا المنطقة واستقروا اليابوسيون بالقدس واللي بنى القدس هو الملك اليابوسي ملك صادق الملك صادق يعني ملك الصدق هو أول أول من بنى هذه المدينة عشان يطلق عليها يعني من أشهر الأسماء اللي أطلقت على القدس يطلق عليها اسم يابوس نسبة إلى اليابوسيون نسبة يقال أنه يابوس جدهم الأعلى أو الأكبر سموا يابوسيون نحن نتعودين دائماً العائلة أو العشير غالباً للإسم الجد الأكبر لكنهم عرب كنعانيون طبعاً عرب كنعانيون من أسماء اللي أطلقت أيضاً على القدس أطلق عليها اسم إلياء يعني إلياء من الأسماء وردت بالعهد العمرية بعد الفتح الإسلامي وعمل لما عمل سيدنا عمر العهد العمرية لسكان القدس للنصارى وكل سكان القدس ومعتز بالعهد العمرية قداش فيها تسامح إسلامي لما أعطاهم الأمان على أنفسهم وعلى دينهم وعلى أموالهم لا بطشنا ولا قتلنا هذه ديننا دين تسامح الإسلام دين سلام دين رحمة ليس دين قتل ولا إرهاب ولا تفجير زي ما يحاولوا شوهوا الدين ويلوثوه وطبعا خسئوا بهذه القضية إلياء أعطيك معلومة أول مرة يعني كثير ناس بسمعوها وردت أو ذكرها يا قوت الحمو بكتابه ومعجب البلدان بقول من أسماء القدس إلياء وأول ما من القدس مش ملكي صادق إلياء طب مين إلياء حسب تعريف يا قوت الحمو بقول إلياء هو ابن آرام بن سام بن نوح وآرام بن سام بن نوح هو أخه شوف أخه مين أخه أردن وفلسطين ودمشق وحمص يعني هاي الأسماء الخمسة أو الأربعة من نحكي عن المدن الأردن فلسطين دمشق وحمص أخوة إلياء وكلهم أبناء أخوة إلياء كلهم أبناء آرام بن سام بن نوح أحفاد سيدنا نوح يعني أردن اسم حفيد سام بن نوح يعني ذكرها معلومة ذكرها يا قوت الحمو أو أيضا كثير من الأسماء أطلقت على القدس من ضمن الأسماء أيضا اللي أطلقها ملكي صادق أطلق عليها اسم أور سليم طبعا أور سليم كلمة عربية كنعانية خالصة أور تعني مدينة وسليم سلام يعني مدينة السلام الآن شوفوا الصهايني شو بعملوا سرقوا الإسم سرقوا تاريخنا كثير من المصطلحات العربية سرقوها وخلوها إليهم حتى يضفوا شرعية على اقتصابهم لفلسطين الآن بدعوا أو بطلقوا على القدس أور شليم هي أور سليم كلمة عربية مش عبرية لكن لأن اللغة العبرية ما فيها حرف السين استبلوا السين بالشين وتالي أصبحت أور شليم بالنسبة لهم هي أور سليم وأحيانا بعض النقوش وجدناها أو أطلق عليها كان مختصر مدينة سالم أو سلام يعني هاي من الأسماء كلها مشتقة من أور سليم اللي هي التسمية العربية أيضا أطلق عليها إيليا أو إيليا كابيتولينا أطلقها الإمبراطور الروماني هيدريان لما دخل بديد القدس تخليدا لأسرته لأنه أسرته أو عائلته خلينا نقول اسمها إيليا كابيتولينا فأطلق عليها هاي التسمية كثير بصير لبس عند بعض المؤرخين أنه ليش سيدنا عمر استخدم مصطلح إيليا بفكره روماني نعم هو الأصل الأصل لا إيليا أو بالعهد العمرية ليش استخدم كلمة إيليا لا مش إيليا الرومانية الإسم العربي القديم يعني من ضمن أسماء القدس بعد الفتح الإسلامي أطلقنا على المدينة اسم القدس أو بيت المقدس دار السلام يعني أسماء عديدة أطلقت على القدس الملاحظة أنه المهمة أنه كل هاي التسميات العبرانيون أو اليهود بشكل عام ولا لهم علاقة بأي اسم يعني حتى لا يوجد لهم دور تسمي من هذه التسميات أكثر من عشر تسميات للقدس كل هذه تسميات عربية وهم استخدموها إذا هم يرجعوا للتاريخ اشتقوا منه التاريخ العربي اشتقوا منه كلمات حرفوها كتاريخهم أصلا المذيئة شو الغاية حتى يثبتوا حقيتهم طبعا بدهم شرعية تاريخية لازم بدهم شرعية تاريخية ولكن إذا ما عدنا للأسفار التوراة وتحدثنا عنها يعني ماذا نجد من أحقية لليهود وأيضا إذا ما تحدثنا اليوم عن القرآن الكريم إذا كنت بإنه حتى في التوراة هناك أسفار تثبت حق الأرض بتأكد على رغم التحريف اللي صار لكن عشرات النصوص اللي ما زالت موجودة بالتوراة كتابهم المقدس بتأكد على عروبة القدس يعني سمحوا لي أبس ألقى عليها نظرة بشكل سريع يعني الموضوع يكون جدا مهم تحدث لمراجع موجودة يعني لأنها النصوص يعني التوراة يعني هو محرف ولكن طبعا ورغم التحريف يعني هي حكبة من رب العالمين يعني خلينا نقول حرفوا كثير لكن في شغلات ما انتبهوا لها أو رب العالمين بالعامية أعمق مارهم عنها يعني ظلت وظلت هسا ما بقدروا يغيروا خلاص الأمور انتهت يعني بنحكي عن النصوص اللي وردت بالتوراة نعم يعني اليوم حتى مش بس بنحكي عن النصوص وعن التحريف كل اللي عم نشوف اليوم بحاولوا أنهم يستخدموا ويستفيدوا منه بما يخدم مصالحهم وإثبات حقهم اليوم يعني أعطيك بعض النصوص مثلا يعني بحكي عن أولى الإشارات اللي وردت بالتوراة بسفر التكوين ورد اسم القدس أو النص بيقول وملكي صادق ملك شاليم اللي هم ذكرناه ملكي صادق اللي هو أول من مدينة القدس وأطلق عليها أورسليم هم بيقولوا مش هم بالتوراة وملكي صادق ملك شاليم بيأكدوا أنه هو ملك شاليم طب كيف صارت مدينة داود بسموها أنه إحنا اللي بناها النبي داود عليه السلام والآن بالتوراة بيقولوا وملكي صادق ملك شاليم والفرق ما بين قدوم سيدنا داود لما دخل مدينة القدس بالقوة طبعا بعد حصار طويل دخلها عام 997 قبل الميلاد بينما ملكي صادق كل الدلائل الأثرية بتشير أنه بنى القدس بالقرن التاسع عشر قبل الميلاد فيه تقريبا عشر قرون ما بين بناء القدس وما بين قدوم داود عليه السلام فرق طويل خاصة أنه ملكي صادق كان يعني بعد ما هاجر سيدنا إبراهيم من أور من العراق لفلسطين كان صديق إلو هذا بيأكد على أنه اليابوسيون ما كانوا وثنيين كانوا موحدين بالله نعم لأنه فيه إدعاءات بينهم يعني يعني البعض بيقول أنه كانوا وثنيين نعم خاصة بالنصوص حتى بالنصوص اليهودي وبالتورا أنه كانوا وثنيين ما بعبدوا الرب صح وعبدت أوثان بس شو اللي بيخليني أتأكد أنهم كانوا موحدين بالله سيدنا إبراهيم ترك قومه جماعته قرائبه ولا دعمه لأنهم بعبد الأوثان وهاجر من أور بالعراق لفلسطين نعم مش معقولي هاجر يقطع كل المسافة وروح صادق واحد وثني كان الأولى أنه صادق جماعته فهض بيأكد على أنه ملك صادق واليابوسيون كانوا موحدين بالله ما كانوا وثنيين أيضا عبارة ثانية ذكرت أو قرنت ما بين اليابوسيين و أورشليم بسفر يشوع وردت النص بيقول اليابوسي هي أورشليم بيأكدوا على أنه معناته يعني اسمها اليابوسي أورشليم يعني هاي من أسماء بيأكد على أنه من أسماء القدس يابوس اليابوسي هي أورشليم معناته اليابوسيين بنوها هاي كمان أول إشارة صريحة كانت ربطة ما بين اليابوسي والقدس أيضا لكرت بسفر يشوع اليابوسيون الساكنون في أورشليم شوفها النص يأكدوا على يعني أنه اليابوسيين هم ساكنوا في أورشليم اللي في القدس كلام سليم كمان بسفر القضاء بعبارة وردة يعني النص ما زال موجود اليابوسيون سكان أورشليم شوف كم نصرنا قارئين أربعة خمسة لسه بطلع عشرات نعم من التوراة ولكن هم شو وشهة نظرهم اليابوسيون من هم بالنسبة ل قد كله بيتغاضوا فيه هم معارفين صح بس لها ما بيجيبوا سيرة الكتب المقدسة بقول لك بالنقاش نحن نعتمد على يعني الدلائل سياسية وأثرية وتاريخية الكتب المقدسة لما نبحث بالتاريخ القديم غالبا المؤرخين بيستثنوها ليش لأنه ما حد بأمن بالكتاب الآخر يعني إذا بدي أجيب نصوص من القرآن الكريم أكيد أي مؤمن بديانة أخرى رح يقول لي يعني بالنسبة إليك القرآن الكريم مصدق وانت مؤمن فيه لكن أنا لا وأنا نفس الإشي إذا جاب لي نص من التورار سأقول له لا فعشان هيك أنا الآن بحاجة أجيب من كتابه صحيح يعني مش من كتابي بحاجة أجيب من كتابه نعم أنه بدي ينكر ما بيقدر ينكر دكتور محمد إذا انتقلنا إلى أهمية الموقع الجغرافي لمدينة فلسطين وخلينا نحكي كمان اليوم سبب اختيار اليوم الغرب لهذا الموقع بالذات لتوطين اليهوديين بس إذا سمحتولي يعني بس بيجو ظل القضية هاي بالذات يعني إشي بسيط حاول أوضح ممكن يعني جدا مهم يعني طالما نحكي عن التوراة والتناقض يعني بما يخص القدس تحديدا والقدس قلب فلسطين ورح نحكي عن الموقع زي ما طلبت حضرتك بس شوفوا بالتوراة تحدث التوراة عن طبعا التوراة كتاب صحيح بدون تحريف كلام الله ما بقدر أحشكي لكن الموجود الآن لا مش كلام الله الآن كلام حقا ماتوا إلى آخره صار فيه تحريف النصوص اللي بالتوراة بتحكي عن القدس فيه تناقض أو ثلاث تناقضات يعني واضح عن القدس الرأي الأول ورد بالتوراة بيقول أنه القدس سكنها اليهود لحالهم ما كانش فيه حد معهم والرواية الثانية بتقول أنه القدس سكنوها اليابوسيون مع اليهود والرواية الثالثة بتقول أنه القدس سكنوها اليابوسيون وما كانش فيها يهود أبدا طب ثلاث روايات وتناقضة بالتوراة صحيح طب أياها بهم الصح يعني دي أناقش أي حاقام أي سياسي مين مكان دي أقول له ضع دائرة حول الجواب الصحيح أياها الصح وكله بكتابك المقدس مين اللي كان عايش يعني ثلاث روايات بحطيك هنا عسرية مش رح أخذ وقت زيادة يعني بتأكد يعني بسفر يشوع لعداد من ثلاثة لستة بالإصحاح خمسطعش بحطيك الرقم يعني بشأن أي واحد فيهم يرجع النص بقول وأما اليابوسيون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بني يهوذة على طردهم حاصروا القدس فسكن اليابوسيون مع بني يهوذة في أورشليم إلى هذا اليوم هاي بتأكد على أنه سكننا مع بعض شوف الوقاحة بالموضوع آسف أني أقول هيك يعني بني يهوذة لم يقدروا ليطردوا ليابوسيون والساكنون في القدس شوفوا النص بقول فسكن اليابوسيون بعمل يهوذة الصح تقول فسكن بني يهوذة مع اليابوسيون حاصرنا المدينة والساكنين فيها ما قدراش تكون معهم فسكنوا معنا اعتادوا على اقتصاب يعني لا اعتادوا آسف يعني حتى على الوقاع حتى بالإساءة لكتاب الله قضية ثانية بالإصحاح الأول من إعداد بسفر القضاء وحارب بنو يهوذة أورشليم وأخذوها بحد السيف وأشعلوا المدينة بالنار وبعد ذلك نزل بنو يهوذة لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل والجنوب بالسهل يعني هون أول مرة بذكروا الكنعانيين ربطوهم آه ذكروهم نص صريح الكنعانيين واليابوسيون اليابوسيون تتخذ من الكنعانيين نعم فرع من الكنعانيين الآن هذا النص بيقول أنه طردناهم وسكننا لحالنا النص الأول بيقول سكننا معهم سكننا معهم هسا النص الثالث المهم بشكل سريع بيحكي عن القصة بتحكي تفسير بالتلمون أنه كان رجل من بني إسرائيل ماشي بفلسطين قريب من القدس هو زوجته معه وغلامه يعني غابة الشمس صار دين الليل الغلام بيقول لسيده خلينا يعني بالوادي هم ماشي بالجبال وكذا أنه خلينا نفوت على القدس هاي قربنا على القدس نبات الليل الليل يعني نام للصبح وبعد يم يكمل طريقنا فشو بيقوله سيده بالتوراة هذا النص موجود بالتوراة بسفر القضاء لإصحاح 19 لأعداد 11 و 12 بيقول وفيما هم عند يابوس اللي هي القدس والنهار قد انحدر انحدر جداً قال الغلام لسيده تعالى نميل إلى مدينة اليابوسيين هذه ونبيته فيها فقال له سيده لا نميل إلى مدينة غريبة ليس أحد من بني إسرائيل هنا صارت غريبة هون هذا بالتوراة صارت بشكل واضح يعني هاي بسحبت أشير لهال شوفوا التناقضات الثلاث ومرة بيقولوا لحالنا ومرة بيقولوا مع بعض ومرة بيقولوا العرب لحال أو اليابوسيين لحال فهذا من كتابهم المقدس يا الله سبحان الله كيف عن جد لما العقول بتكون تتمنهج أو حتى يعني تتحرف أو تتسيس لمصلحتها كيف حتى كلام الله ممكن أنهم يستخدموه بالطريقة الخاطئة رح ننتقل للموضوع الموقع الجغرافي رح نحكي عن أهمية فلسطين موقعها الجغرافي وكمان بدنا نحكي عن أسباب اختيار الغرب اليوم لهذا الموقع بالذات لتوطن اليهود يعني لما نحكي عن الموقع الجغرافي يعني رب العالمين أعطانا أفضل موقع جغرافي على وجه الأرض لأن لما نتحدث عن العالم القديم معروف العالم القديم هي القارات التي نشأت عليها أقدم الحضارات القديمة اللي هي آسيا أوروبا أفريقيا الآن إذا طلعنا على الخارطة على العالم القديم وطلعنا على الوطن العربي جاي بالقلب يعني الوطن العربي في قلب العالم القديم اللي بدأ ينتقل من أوروبا لآسيا لأفريقيا لازم بالضرورة يمر بالوطن العربي سواء كان برا أو بحرا أو حتى بالعصر الحديد جوا لازم يمر بأجواء الوطن العربي نحن بقلب العالم والوطن العرب تعرفوا أنه هو شقين شق أسيا وشق أفريقي يعني جزء بأسيا وجزء بأفريقيا الآن الجسر الرابط ما بين الشق الأسيا والشق الأفريقي الأردن وفلسطين الآن أنا هذه القضية بالنسبة لي جدا حساسة أركز عليها كثير مع طلابي الأردن وفلسطين مش كلام للتنظير الأردن وفلسطين الوحدة اللي بينهم وكأنه توأم سيامي يعني صعب الانفصال هيك الله خلقنا نحن نفس الأصل لما نحكي عن الكنعانيين الهجرة الأولى بالمناسبة من الكنعانيين كانت الهجرة العمورية الهجرة العمورية هم اللي سكنوا شرق النهر بعدها جاء اليابوسيون وجاء بقية أفخار الكنعانيين سكنوا غرب النهر أبناء عمومة لاثنين كنعانيين يعني نفس الدم ونفس الجغرافية في الأردن وفلسطين يعني جغرافيا واحدة وديمغرافيا واحدة بربطنا كثير يعني القضايا الآن اللي بدون ينتقل من آسيا لأفريقيا أو العكس لازم بالضرورة يمر طبعا برا بحكي لازم بالضرورة يمر بالأردن بعدين فلسطين بعدين تخل لغزة وبكمل غير هيك لا طب اللي حكيته شو علاقة بالموقع إذا حضرتك طلبتي أو وضحه طالما الوطن العربي في قلب العالم القديم نطلع على خرطة الوطن العربي فلسطين في قلب الوطن العربي بالصمين فالاستعمار الغربي لما فكروا بإنشاء وطن قومي لليهود يخلصوا منهم بأحياء القيتو اللي كانت ملوث أوروبا ما لقوش مكان بدون يتخلصوا منهم فاللي اختاروا فلسطين وضعونا ألم أو خنجر بالخاصرة يعني نحكي عن فلسطين هي قطعة الجسر هذا الجسر خلص انت قطعته ما بين تلي قضوا على أمل أن نعمل وحدة أو تواصل مباشر بالبر ما بين آسيا وإفريقيا الألم دائما الألم ألم لكن الألم بالقلب ليس مثل الألم بالأطراف أنا لا أستهين بأي بقعة جغرافية عربية بالأطراف وكذا لو أخذوا أي جزء من أقصى الغرب أو أقصى الشرق بنتألم أنه أرض عربية لكن فلسطين غير لأنه ارتباطنا من فلسطين ليس فقط ارتباط سياسي وجغرافي ومادي قبل كل شيء ارتباط ديني يعني فلسطين أولى القبلتين ثالث الحرمين الشريفين موقعها حساس للغاية والقدس تحديد كنا نحكي عنها في قلب فلسطين صحيح وأنشئت على مجموعة تلال القدس اللي هي لأشهرها تل صهيون أنا أصريت أرجع لهون بس بشان أحكي عن قضية يعني حقنا التاريخي لازم أبين من خلال نصوصهم كلمة حركة صهيونية هاي كلمة صهيون الناس تشفل منها كلمة صهيون كلمة عربية عربية كان عانية كلمة صهيون معناها التل العالي أو الجبل العالي وهي أحد تلال القدس يعني القدس بنيت على مجموعة جبال أو تلال ارتفاعات متوسطة طبعا مش عالية تراوح ارتفاع القدس ما بين 720 إلى 770 أو 780 متر عن سطح البحر أشهر تلالها عوف إيل اللي هي جبل الرب إيل الرب معناها بالكنعاني أو صهيون صهيون بالكنعاني معناها الجبل العالي أو التل العالي ما هو سبب تسمية الصهيونية الآن؟ الآن اليهود كانوا في أوروبا قبل أن يأتيوا إلى هنا نبتلي فيهم كانوا في أوروبا منبوذين عايشين بأحياء خاصة فيهم أحياء القيتو الآن بدأوا ما نفكرون منذ عامات بدأوا مجموعة من المفكرين وأصحاب رأس المال مع مجموعة من الحاقامات رجال الدين يفكروا بحل أنه بدأ نخلص من هالواقع اللي منعيشه فشكلوا عام 1861 جمعية سموها جمعية أحباء صهيون جابوا هاي الكلمة حتى لأنه بخططوا للقدوم لفلسطين بدهم يعملوا لحالهم جذور جذر تاريخي بنحكي عن همية التاريخ فأخذوا الاسم أنه جمعية أحباء صهيون يعني إحنا لازم نرجع لجبل صهيون بدأنا نعمل دولة هناك وصاروا خاطبوا الدول الغربية وقته كان اللي بتحكم بالقرار بريطانيا فرنسا ما كانش تسلويات المتحدة الظاهرة أو الاتحاد السوويتي وكذا فمن هون جاء ثيودور هيرزل هذا اليهودي النمساوي صحفي نمساوي وقام بعقد المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 بمدينة بال بزويسرا ومن وقتها بدأوا يخططوا لا استعمار أو اتصاب فلسطين نعم نعم نرجع للتاريخ هي أعماق التاريخ قرون طويلة اليوم إذا ما تحدثنا عن الوضع الحالي وذكرت بسبب الاستراتيجي لاختيار فلسطين تحديدا لتكون موطن لليهود اليوم هناك العديد من معاهدات السلام من بعد ذلك تمت معاهدات سلام عربية نتحدث عنها وتاريخيا كيف بدأت يعني السلام إذا ما نحكي عن السلام الإسلام دين سلام الإسلام دين سلام دين رحمة مش دين قتل أنا يعني اللي بيظن أنه إحنا ضد السلام بالعكس إحنا دعاء للسلام وقتها يعني لما صار يتروج لعملية السلام جلالة الملك حسين طيب الله ثرى يعني تحدث بعقلانية أنه إحنا دعاءة سلام مش دعاءة حرب والسلام يعني المفروض يكون إذا فيه إيرو حق يعني المفروض أن نأكد على هاي الحقوق إذا إلنا حق وهذا حقنا ثابت وواضح الواقع السياسي والتراجع السياسي العربي والقوة وموازين القوة أجبرتنا أنه ننتج هذا المنهج أنه المقاومة مسلحة بجوز وصلنا لمرحلة بالسبعينات أو بالثمانينات وطالع أنه صار في بتعرف التمزق العربي وابتعادنا عن الوحدة العربية وإلى آخره الآن لكن الكارثة التي صارت أنه انفراد مصر فاجأتنا وعملت يعني معاهدة السلام فجأة هيك اللي هي معاهدة كام ديفيد يعني معاهدة السلام اللي وقعت مع الكيان الصهيوني ثلاث معاهدات رسمية ما أبدأ أحكي عن اللي تحت الطاول للدول الثاني وكذا طبعت وكذا بدون عملية السلام رسمي لكن تحدث تاريخيا نعم فاللهية ثلاث معاهدات معاهدة كام ديفيد عام 1978 بين مصر وإسرائيل ومعاهدة أوسلو عام 1993 بين السلطة الفلسطينية وما بين إسرائيل والمعاهدة الأردنية الإسرائيلية وهي معاهدة توادي عرب عام 1994 الآن فيما يخص القدس يعني أنا ما بدي أطعن بمعاهدات بس نشير لها قضية مهمة معاهدة كام ديفيد ما أشارت للقدس لا من قريب ولا من بعيد يعني لما سؤل المصريين فيما بعد بعد التوقيع أنت يعني وين القدس القدس ارتباطنا فيها ارتباط ديني هيقول القبلتين كان جوابه أنه كنا منظن أنه مصطلح الضفة الغربية بيشمل القدس طبعا ظهر الاختلاب بين الطرفين بعد ما تم التوقيع أنه لا الضفة الغربية إشي والقدس إشي ثاني وبتالي المصريين من ناحية قانونية بما يخص التفاقية كام ديفيد من هم مش يدخلوا بالقدس يعني عشان هيك غضبنا كثير على اللي عملوه أنه يعني أهملوا القدس قضية ثانية يهتموا يعني اعتمدوا على قرار مجلس الأمن 2-4-2 نعم لهم 242 طب 2-4-2 الكارثة بالنسبة لنا انه اختلفنا احنا بالتفسير لما ترجمنا النص أضفنا قال للتعريف قال للتعريف دفعنا ثمنها غالي النص الأصلي اللي ورد مجلس الأمر بقرار 2-4-2 شو بشير بالانجليزي باللغة الإنجليزية النص إنسحاب إسرائيل من أراضي من الأراضي أو من أراضي نحتلت عام 67 من أراضي نحتلت يعني مش كل الأراضي ممكن تنتسحب من كيلو 2 كيلو 10 متر هي وكرمها يعني لما ترجمنا احنا ووافقنا عليه أضفنا قال للتعريف انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 67 هاي بتشمل كل إشي كل الأراضي طبعا احنا وافقنا بناء على الترجمة بعد ما وافقنا ووقعنا وكل شيء تمام بين قدام العالم انت وافقت طب وين قال التعريف معناته والقانون لا يحمي المغفلين صحيح يعني للأسف بحكي هيك هاي بالنسبة لها كام ديفيد الاتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية وما بين إسرائيل كانت فيها خلل انه أجلوا موضوع القدس للحل النهائي للأسف وقعوا لكن خلوا موضوع القدس للحل النهائي طبعا أهم اشي القدس احنا المحكة عن فلسطين كل فلسطين على يعني بالنسبة لنا مهمة لكن تاجها القدس الجو خلوها للحل النهائي شوف الحل النهائي شوف هاي قضية اشي ثاني ما بينوش كمان بنصر اتفاقية بأوسلو انه القدس اي قدس القدس الشرقية ولا القدس الغربية ولا القدس القديم اللي فيها المقدسات ولا القدس الكبرى اللي عملتها إسرائيل تخيل القدس الكبرى صار يعني طولها شمال جنوب 45 كيلو وشرق غرب 15 كيلو القدس الكبرى بتمتد من الخليل حتى رام الله وبتالي عشان هيك هناك يعني كان في خلينا نكون صريحين البنود لم تكن واضحة كفاية عند توقيعها في معاهدة السلام لا بس ظل ايش ظل معاهدة وادي عربة لان لما وقعت المعاهدة الاودوني الفلسطيني كان الملك حسين رحمه الله حريص على اهم شيء القدس فعشان هيك قبل التوقيع على اي بند حلينا مسألة القدس واكد عليها هذا الحكي النص وارد بالاتفاقية على الرعاية الهاشمية واستمرار الرعاية الهاشمية والاعتراف الإسرائيلي والعالمي بالرعاية الهاشمية للمقدسات نعم وبتالي ما زال لغاية الآن من ناحية قانونية الاردن والهاشميين هم المسؤولين عن رعاية المقدسات بالمدية القدس نعم نشكرك فعلا يعني معلومات تاريخية مهمة جدا رجعتنا لقرون رجعتنا لأصول لأسماء كانت أساس هذه المنطقة فلسطين والقدس ومتحدث عن قدسيتها في التاريخ العربي شكرا على وجودك معنا لليوم شكرا على شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم